قررت تركيا التي لم تفتح بابها يوماً للاجئين إلا لترحيلهم إلى أوروبا أن تفرض تأشيرة دخول على كل سوري يريد دخول أراضيها على أن يجري العمل بهذا القرار ابتداءً من نهار الجمعة ما فرضته تركيا فجأةً على السوريين وقع قصائق على كل من يخطط الوصول إلى تركيا ومنها إلى أوروبا أو من كان يعتبر تركيا ملاذاً أخيراً فاليوم أصبح على كل سوري يريد الوصول إلى تركيا أن يطلب تأشيرة من السفارة في لبنان التي لها الحق في الرفض في اليومين الماضيين شهدت نقطة المصنع كثافة دخول سوريين وصلت إلى أكثر من 17 ألف شخص نهار الأربعاء والزحمة نفسها شهدها المطار وخصوصاً صلاة انتظار الطائرات المتجهة نحو تركيا وجميعهم سوريون يغادرون على آخر قطار إلى هجرة لن يعود منها المشهد في اليوم الأخير قبل بدء تنفيذ القرار لا يمكن وصفه إلا بالمحزن أمهات وأطفال ينامون في الحافلات التي قلتهم من سوريا ينتظرون دورهم لدخول لبنان ومنه إلى المطار كنت نعم بيطلع على تركيا بس لأنه حصل دي طلعت طيب وش رأيكم هيدا القرار اللي طلع عنه بتكون فيزا؟ ما عنه شي نعم له يعني شي مضطرين عليه إنه زوجي يعني سبقني صلي خمسة شهور بتركيا وشان هيك فعررت تستعجلي هلأ تروحي قبل ما يبلش فيزا؟ آه إنه آخر يوم اليوم وكيف لقيته هالقرار؟ والله صعب شوهي هالجمع اشتغلته كتير على الخط يمكن أداه فرق التب من الأيام الباقي والله ضغط كتير كان علينا كله ناس عم تروضة تروحها تركيا يعني مثل أنا ألا نزيت عشان ما فتع البيت هلأ أصدت الفيزا هيك صارت ضغط قوي؟ والله لبكنا وهلكنا وتعبنا وشنطت أولادي بعز الشتاء كان حجزة 28-2 اضطريت قدمه 7-1 ومعه 100 دولار على كل تيكيت مشان أطلع وقت بهدل هاي البهدلة أنا طالع من برحا الساعة 8 من السومرية ليش هالمرسوم من أساسه؟ ليش هالعمل من أساسه؟ ليش؟ من إحنا تحاصرنا من كل الاتجاهات وقفت على تركيا عنا بالباص رحلة وحدة ونص راحت عليهون الرحلة وفي هلأ رحلة الساعة 6 أوكي احتمال كبير تروح عليهون وأنا رحلتي الساعة 8 يا إيه يا لأ نسيت وين رايح؟ وين رايحين مامي؟ نسيت معد عارف أنا طلعنا من الدير على حزكة خمس سنين لتبادلنا ولا طلعين لتبادل بتركيا وبأوروبا حسبي الله وهو نعم الوكيد تعالين على تركيا ما بعرف شو بصير معنا هاي لكم ناطرين؟ كتير كتير سيئة الأوضاع هون عجاء أو؟ لا صلنا عشر ساعات يأمل هؤلاء أن يصلوا إلى تركيا قبل صباح الجمعة وإلا فالعودة ستكون مكلفة إذ يبدو أن تركيا تشن حربا جديدة على اللاجئين سلاحها الفيزا العام الفائت أضيف إلى سجل معاناة النازحين مأساة العبور إلى أوروبا ويبدو أن هذا العام سنشهد معاناة أخرى تضاف على لائحة معاناة النازحين وهي رحلة الوصول إلى تركيا من المصنع نوال بري قناة الجديد